انتقد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي حلف شمال الأطلسي لرفضه طلب كيف فرض حضر جوي كامل فوق بلاده واصفا قمة الحلف التي انعقدت في بروكسل بأنها ضعيفة ومشوشة قمة حلف الناتو التي انعقدت في بروكسل ضعيفة ومشوشة لأنه مع علمه بأنه لا مفر من هجمات جديدة وسقوط ضحايا تعمد الحلف اتخاذ قرار عدم حضر مجال الجوي لأوكرانيا اليوم أعطى الناتو الضوء الأخضر لمزيد من القصف على المدن والقرى الأوكرانية برفضه فرض منطقة حضر جوي